اشتركوا في القناة يقام حفل تكريم نخبة من العلماء والمبدعين والفنانين العراقيين من قبل مركز الخلد للدراسات والبحوث خليكم ويانا في هذه التغطية التي عدتها كامرة الفيحة اشتركوا في القناة جميل معطر بزهور الياسمين وبحلاوة تمر العراق وغروب شمس المحبة نلتقيكم اليوم لنحتفي وإياكم بنخبة من أعلام العلم والمعرفة في عراق العراقة والتاريخ في أردن المحبة سادة الأفاضل نستمع وإياكم إلى كلمة رئيس مركز الخلد للدراسات والبحوث التي أحب أن يسهم في تطريز وسام المحبة للتعبير عن الوفاء والتقديل لهذه النخبة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم باسم مجلس إدارة مركز الخلد للدراسات والبحوث نرحب أولا بسموه الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء على رعايته الكريمة لحفلنا هذا حيث حرص السموه على الحضور بمجرد معرفته بطبيعة هذه المناسبة وهي تكريم نخبة من العلماء والمبدعين والرواد العراقيين الذين قدموا الكثير في مجال اختصاصاتهم لبلدهم والعالم كما نرحب بسعادة الدكتور هادي جواد ونرحب بأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة والحضور الكريم ويكاد يكون تميز هذه النخبة قاسم مشترك بين العراقيين لما تركوه من إنجازات وأصداء في مسيرتهم العلمية والأدبية والفنية وسينشط تكريمهم وظهورهم الإعلامي هذا الذاكرة العراقية بتأريخهم الحافل ورمزيتهم المهنية والوطنية وعطائهم المستمر لغاية الآن وهذه النخبة الطيبة التي يتم تكريمها اليوم هي أول افتتاحنا لهذه الاحتفالية وإن هناك عدد آخر قد نكون قد سهونا في إدراج أسمائهم أو لم يكونوا متواجدين في عمانة عند هذه الاحتفالية فعذرا منهم ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر الأردن العزيز على قلوبنا الذي يحتضن تجمعنا هذا وكل نشاطاتنا بكل أمان واطمئنان ورعاية كاملة كل ذلك تحت ظل قيادته الهاشمية الكريمة ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم رعاه الله دكتور خالد الشمري رئيس مركز الخلد للدراسات والبحوث أكيد سعيدين هذا اليوم تكرمون نخبة من الفنانين والمبدعين والعلماء في هذه التجمع الكبير هنا في عمان شاهدنا حضور السمو الأميرة عدد زيد وأيضا السفارة العراقية وأيضا المثقفين والأدباء وأيضا رجال الأعمال عدد كبير من أبناء الجالية كانوا محتفلين بهذا التكريم سعيدين جدا أن تهتمون كمؤسسات في تكريم المبدعين والمثقفين وهم أحياء لأن دائما تعودنا أن المثقف والمبدعي كرم بعد وفاته الحقيقة أحنا كمركز دراسات وقدم دراسات عديدة فيما يخص الشأن العراقي في المجالات الاقتصادية الكثيرة في مجالات النفط في مجالات الزراعة في مجالات الصناعة في مجالات الكهرباء وقدمنا حلول جيدة إلى الحكومة التي كانت تأخذ بها ويكون هناك تنمية في العراق وبنفس الوقت أردنا أن نوسى اهتمامنا وأنا أعتقد أن المبدعين والعلماء والمتخصصين العراقيين كانوا لم يكرموا خلال فترة زمنية طويلة في العراق فأردت أن نبحث عن تكريم ولو بسيط لهذه النخبة العراقية وهذه النخبة هي ليست كل النخبة ولهذا السبب أنا اقترحت أن تكون هذه سنوية ونبدأ سنويا أن نجمع عدد من الأسماء المبدعة وهم كثيرون العراقيون قدموا ليس فقط للعراق وإنما في دول كثيرة من العالم تجدين الاسم العراقي المتميز في كافة المجالات المتخصصة في كافة مجالات الإبداع من الطب والهندسة والفن والشعر والاجتماع هذا اليوم من شاهدنا هذه النخبة المتلونة ومتنوعة من الطب والأدب والثقافة والفن والمسرة شاهدنا هناك بالفعل اختيار مميز عمالقة الإبداع والعلماء اللي توضعوا بصمة في تاريخ العراق وأيضا هناك أعمالهم لحد الآن تحكي قصة هؤلاء المبدعين داخل العراق يعني رأي أقولك واحد من المبدعين الآن وهو الأستاذ يوسفن عاني جدت واحدة من فرنسا تتقدم رسالة ماجستير اتصلت بي وقالت لي دكتورة قلت لي تعالي للمكتب جدت المكتب وإذا بها ترى قلت لي هذا اللي قاعد قدامك أستاذ يوسف العاني اللي تبحثين رسالة ماجستير عنه فكانت فرحة جدا هؤلاء هم المبدعون العراقيين وهؤلاء هم العمالقة العراقية أكيد دكتور خالد من انشاهد أنه دائما المبدعين والمثقفين والعلماء اللي متواجدين هنا بالغربة ودائما يكون هناك رعاية من السفارة العراقية لهم من خلال دعم المؤسسات الثقافية ودعم المؤسسات اللي تحاول دائما تتواصل مع مبدعيها ومثقفية وعلماءها يمكن تكون البصمة أكبر وأكثر للفنان والمبدع داخل خارج العراق نتمنى أن تكون هناك فعلا اهتمام من السفارة من السفارة العراقية ومن الجهات العراقية ولكن لحد الآن الاهتمام ضعيف جدا بحيث هناك كثير من هؤلاء العلماء والمتخصصين والمبدعين ليس لديهم إمكاني أن يكون أن تكون لديهم القدرة على العيش الكريم والعيش المرفه بالنسبة لما يليق بهم وللأسف علينا أن نقيم لهم بمثل هذه العيشة الكريمة شكرا جزيلا دكتور خالد على هذه المبادرة القيمة أكيد جدا سعيدين نحن هنا في عمان وفي هذه الاحففالية الكبيرة وهذا التجمهر الكبير أنا أيضا كان يسعدني أن هناك كان يوجد عدد كبير من رجال الأعمال وأيضا من الجال العراقية وأيضا كانوا فرحانين كثير بهؤلاء العلماء والمبدعين والفنانين أكيد بجهودكم قدرتم منه تتواصلون ويا الفنان والمبدع العراقي في أي مكان شكرا جزيلا دكتور شكرا إليك وشكرا لقناتكم وشكرا للجميع سمو الأمير راعد بن زيد المكرم السيدات والسادة المحتفى بهم من أبناء العراق البررة الحضور الكرام بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لسمو الأمير المكرم لرعايته هذا الحفل ولقد عاهدناه دائما محبا للعلم مكرما للعلماء في هذا الحفل نكرم نخبة من المبدعين من الرواد من أبناء العراق البررة هؤلاء الذين خدموا الوطن وخدموا الشعب والأمة لعقود طويلة من الزمن وهم جديرون بهذا التكريم وبهذا الاعتزاز والتقدير أعزائي سيداتي سادتي الفضور الكرام أنه من الطبيعي أن نكرم هذه النخبة الطيبة لأن الأمم العظيمة تكرم رجالها العظام الذين بنوا الوطن وربوا الأجيال وخدموا العلم وسهروا الليالي من أجل إعلاء وبناء هذا الوطن ومن هذا يأتي هذا الحفل وهذا التكريم الذي كان بمبادرة مشكورة من مركز الخلق وبدعم ومساهمة من السفارة العراقية في عمان السفارة التي لا تألو جهدا في خدمة أبناء الجالية الذين يعيشون في بلدهم الثاني الأردن الشقيق وفي هذه المناسبة أود أن أقدم شكرنا وتقديرنا العميق للأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا لما يقدموه من دعم وعون لأشقائهم أبناء الجالية العراقية في الأردن سمو الأمير سيداتي سادتي العراق الجديد ينهض من أجل إعادة البناء وبناء المواطن الجديد وينظر بتفائل بتفائل وأمل كبير رغم التحديات والمصاعب ولكننا ولكن أملنا بالله كبير وبشعبنا المعطاء أن نتجاوز هذه السعاب بثقة عالية نحو غد أفضل أشكركم لهذا الحضور وأتمنى للجميع التوفيق والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الفنان العملاق يوسف العاني أكيد سعيدين هذا اليوم وبهذا التكريم إلك وأكيد هذه سلسلة سلسلة من التكريمات دائما مبدعين ومثقفين دائما يرفعون اسم العراق عاليا هذا اليوم وبحضور الأمير رعد ابن زيد شاهدنا احتفال العراقيين بتكريم فنانين ومبدعين وأيضا مثقفين سعيدين أن الفنان العراقي يتكرم والمبدع هو حي على قيد الحياة لأن دائما تعودنا أن التكريم يجي بعد وفاة المبدع أو الفنان العراقي ألف مبروك لهذا التكريم وهذا الإنجاز مسيرة حافلة من الإبداع والإنجاز الإنجازات التي حققتها على الساحة الفنية شكرا فما أدري ماذا أستطيع أن أضيف على هذه الكلمة البديعة من حضرتك بس أنا أقول بالنسبة إنا أو بالنسبة إلي أنا بالنسبة المسرح أي تكريم يقدم لأي مسرح هو تكريم ليس لفرد واحد وإنما للذين تعاونوا فيما بينهم وقدموا للمسرح العمل الجاد والجيد في نفس الوقت من أجل الإنسان سواء كان هذا الإنسان إنسان عراقي أو عربي أو حتى على صعيد العالم لأنه المسرح ليس محصورا بفه ولا بجماعة وإنما هو فن شائع فن يخاطب الذهن قبل أن يخاطب العاطفة وهذا المفهوم من حسن الحظ في العراق ولفترة طويلة كان سائدا بيننا جميعا لأننا منذ أن تعلمنا ومنذ أن بدأنا نقدم المسرح الذي نريد والمسرح الذي يجب أن يكون في العراق خلق معنا جمهور أيضا يدري ما هو المسرح وهناك لغة مشتركة في فهمه للمسرح لهذا السبب هذا التكريم بصراحة وأنا قلت حينما استلمت التكريم أنه ليس لوحدي وإنما هو أولا للذي علمني وثانيا للذي سار معي في الدرب الطويل الصعب من أجل أن يكون هناك مسرح الإنسان والحقيقة المسرح الذي ينبع من الناس ويقدم للناس بصيغة متطورة متقدمة تحمل الفكرة وتحمل المتعة ومن حسن الحظ وهذا أنا أقوله ليس من باب الادعاء وإنما هذا اللي أنا حاس طول عمري لكن فنان الكبير يوسف العاني مسيرة حافلة ممثل في أغلب الدرامات العراقية أيضا الأفلام العراقية وأيضا لا مو أكثر يعني شاهدناك ممثل بالسينما بس بالمسرح طبعا المسرح الحصة الكبيرة يعني ساهمت بالمسرح ثم يأتي التلفزيون والسينما أيضا وهذا طبعا نابع شمولي أنا أشوف واليوم تكرمت حول هذا الموضوع أنه الفنان الفنان القدير يوسف العاني عن أعمالك المميزة اللي قدمت للسينما وأيضا للدرامة العراقية وأيضا للمسرح هذا اليوم التكريم كان تكريم حول أعمال ومسيرة يوسف العاني هو لي هو لي الآن لكن هو حصيلة جمع لجهود مشتركة عبر سنوات طويلة أوصلتني إلى هذه المكانة التي كرمت فيها أن أنكر ما كان هذا ليس من باب الوفاء ولهذا أنا أصر وأقول هذا التكريم ليس لوحدي وإنما لكل الذين عملوا معي والذين شجعوني والذين صفقوا لي والجمهور الذي حتى جاء ليشاهد هذا التكريم سيدنا وفنان الكبير يوسف العاني ما هو أعمالك الجديدة وأين الآن فنان الكبير يوسف العاني ولكنني متابع للحركة المسرحية في العراق وحينما أكون في بغداد بين حين وآخر أعيش مع المسرحيين العراقيين ولا سيما الشباب وأتابع أعمالهم وأقدم لهم ما أستطيع أن أقدم من نص حصيل التجربة الطويلة التي وصلت الآن وفي هذا الشهر 68 سنة مسرح كيف تنظر إلى المسرح الآن يعني المسرح كيف تنظر له أنت كفنان مسرح العراقي المسرح العراقي الظروف المحيطة به تلاعبت به وجعلته متأخرا شكلا وليس مضمونا لأنني شاهدت أعمالا في بغداد ترقى إلى مستوى أحسن الأفلام العربية وبعضها وأقول على مسؤوليتي وصل إلى مستوى العالمية ولكن على الذين يقدمون هذا الموضوع هذا المستوى أن يعتبروه البداية لا يعتبروه النهاية ووصله وخلاص لازم يصبحون سادة لا المسرح هو مجال للتلقي المستمر والتعلم المستمر المادة المسرحية والناس المسرحيين ما زالوا موجودين في العراق يعملون على مستوى جيد لكن الظروف الصعبة لأن المسرح هو تجمع هو جمهور والظروف الصعبة التي يعيشها العراق بصورة عامة تمنع هذا التواصل وهذا النمو الذي يجب أن يستمر به مسرح العراق ويكفينا أن نشير إلى أن المسرح العراقي في أي مهرجان وفي أي مؤتمر يشارك هو يأخذ الجوائز وهو في الصف الأول هل أنت سعيد فنان القدير يوسف العاني إلى عودة المسرح إلى المسارح العراقية هذا اليوم يشاهد عدد كبير من المسرحيات تعرض الآن في دور العرض المسرحي في بغداد يعني هل أنت متفائل بهذه المسرحيات وهذا الكمل هائل؟ التفائل التفائل موجود عندي أولاً والسعادة موجودة عندي أولاً وأني بدون هؤلاء الذين يعملون بصدق وصراحة وإيجابية وإبداء أعتقد وأنا بعيد عنهم أموت لكن أنا عايش الآن بفرح وبتفائل كبير لأن المسرح لو أتيحت له فرصة العمل المتواصل بجدية وبحرية يعني ما أقدر أقول نتجاوز المسارح الأخرى لا لكن يبقى بالمستوى العالي والمستوى الجيد بالنسبة للمسارح شون تنظر إلى دعم الحكومة العراقية ووزاية الثقافة للمسارح العراقي ما أعتقد بالمستوى المطلوب يعني والسبب أنه هناك انشغال انشغال عن المسارح يعني هم بقدر أنا أريد الناس الذين يعملون الآن في المسارح يجب أن يكونوا هم من القريبين للمسارح والفاهمين بالمسارح في حدود المتطلبات الضرورية والثقافية مع ذلك المسرح الرسمي ليس وحده المطلوب وإنما الفرق المسرحية التي عاشت عمرا طويلا يكفي أن أقول لك أننا فرقة المسرح الفني الحديث تأسست في 1952 ولحد الآن أدواتها يعني ناسها موجودين بس من الصعب أن يعودوا إلى مسرحهم وأنا من الناس أخاف أجي أني بالمسرح أجي بجماعة وخليهم لانفجار ما وأضحي كنت أصد أن الوضع الأمني هو أيضا أن كان له سبب بتراجع المسرح طبيعي بنتي كل شيء يعني أنا أروح البغداد كل مرة أبقى شهر كذا وأشوف أن موجودة الطاقات والإمكانات موجودة موجودة ولكن بدون الأمان والأمن لا يمكن أن يؤدي المسرح دوره ولا أن يؤدي تأثيره الذي يجب أن يكون يعني نحن الجمهور كان يجي يقص بطاقات قبل أسبوع قبل عشر تيام يجي بعدين وراء عشر تيام باصات من كربلة ومن النجف ومن الرمادي ومن البعقوبة يجون يشوفون المسرحية ويرجعون بالمئات هذول هذول الآن صعبة صعبة أن تعودوا هذه الحالة مع ذلك أكو أمل أن تعود إن شاء الله والله يخلينا طيبين أنا وإن شاء الله شابة إن شاء الله طلت العمر ونسعد بهذه الأيام فنان القدير يوسف العاني أكيد ألف مبروك على هذا التكريم وهذا الإبداع وأكيد فخر لنا كعراقيين أنه يتكرمون مبدعين وفنانين الكبار شا تحب تقول لجمهورك من خلال كاملة الفيحة هذه للجمهور جمهوري لولا المشاهدين جمهور يوسف العاني جمهور يوسف العاني لازم يكون على ثقة وأمان بأن يوسف العاني ما زال هو ذاك يوسف العاني الذي لا يفكر إلا بالعراق وبالعراقيين الأوصلاء الطيبين الذين دائما يسألوني أستاذ يوسف شنو جديد عندك وأنا أقول لهم الجديدة عندي أنني أخزن تجربتي الآن في كتب تطبع لكي ممكن أن ينتفع منها الشباب الجدود والمسرحين وحتى الجمهور يطلع